في ظل الارتفاع المذهل لفيروس كورونا بالجزائر نصحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك باتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض وتدفئة الجسم وتزويده بالطاقة بتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي المتواجد في الحمضيات عصير البندورة والفليفل الحمراء وتناول شربة الخضار والمشروبات الساخنة منخفضة السعرات الحرارية كما يفضل إدخال الثوم في عملية الطبخ باعتباره مطهراً للجسم ومضاداً للبكتيريا إلى جانب الأغذية الغنية بفيتامين دي مثل الحليب ومنتجاته واللحوم خاصة الأسماك لتعويض قلة التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء كما نصحت بزيادة تناول الألياف للوقاية من حدوث الإمساك والتقليل من الحلويات لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون المضرة بالصحة ولأن بعض الناس يشعرون بالملل والاكتئاب في فصل الشتاء نصحت منظمة حماية المستهلك بتناول الأغذية التي تعزز السحة النفسية كالموز والحمضيات دون نسيان الفواكه والخضر لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكساد التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة التي تهدد الجسم بخطر العدوى والالتهاب